العدو التنازلي بدأ لتطبيق قانون احتكار الأراضي والعقارات والذي استهدفوا منع الممارسات الاحتكارية وتركها دون استغلالها لفترات زملية طويلة كاميرا النشر الاقتصادية التقت المختصين بهذا الشأن لتبيان بعض الأمور المهمة التفاصيل في التغرير التالي العقار ابن بر رؤية ونهج متبعة لدى الكثيرين مما يملكون الأراضي والعقارات بغرض الاستثمار والتجارة وحتى تكون هناك عدالة بدأ العد التنازلي لدخول قانون احتكار الأراضي حيز التنفيذ والتطبيق طبعا المشكلة السوق العقار الكويتي بأن سوق في مشكلتين رئيستين هو الاحتكار ورغم اثنين عدم وجود الأراضي الجاهزة للبناء والسكن مقابل 120 ألف طلب إسكاني إضافة إلى أن 75% من عدد سكان الكويتيين هم ما دون العشرين سنة لاحظنا سنة 2024 الكثير من البلوكات العقارية في منطقة العاصمة وحولي تم التنازل عليها وطرحها في الأسواق بكميات كبيرة طبعا نتأمل القانون طبعا حتى يتم تطبيقها أعتقد يبيلا بعد سنة نتأمل أن هذه العقارات سيتم طرحها بصورة أكثر وأسرع وكميات أكبر في الآونة الأخيرة الشفافية والنزاهة عند عقد صفقات البيع والشراء العقارية تضمن تحقيق التوازن وحفظ لحقوق المشترين والبائعين مع ضمان حق المجتمع باستخدام الأراضي بشكل أمثل في وعد آثار إيجابية لهذا الموضوع منها مثلا تشجيع الاستثمار فوعد ناس ممكن يستثمرون في هذه الأراضي وبالتالي راح يؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي ولما يتنخفض أسعار الأراضي ممكن أكثر عدد من الناس ممكن أنهم يتملكون أراضي ما تكون احتكار على العدد معين من الناس لها القانون أبعاد منها أبعاد اقتصادية وأبعاد اجتماعية الأبعاد الاقتصادية ممكن تساهم في انتعاش الاقتصاد في الدولة أما الأبعاد الاجتماعية ممكن تساعد أو تعطي فرص للأسر في أنها تحصل على عقارات في أسعار متدنية أو أسعار مناسبة لهم وبالتالي يتحسن المستوى المعيشي ومن لا يطبق هذا القانون يتعرض لعقوبات منها عقوبات مالية مثل غرامات أو عقوبات حابسة للحرية قانون من احتكار الأراضي خضوة نحو التوازن مع توفير مختلف احتياجات السكن المتنوعة في مواقع متميزة تطبيق قانون احتكار الأراضي على أرض الواقع له أبعاد اجتماعية واقتصادية منها التوزيع العادل للثروة وتعزيز العداد الاجتماعية والحفاظ على البيئة فيصل الجاسم قناة الأخبار